السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله جيتنا تحدث معاكم من القلب وبغيتكم تسمعوني واتبقوا هادشي اللي غنوريكم لأنه فعلا إلا تبقتي هاد النصائح كنا على يقين أن هاد الفيديو غيبدلك حياتك رأسا عن عاقب ده بكل شي غيسولني كيفاش أخويا ورين الله يجزيك باخير فباش نفهمهم زيان الربح أو العمل من الانترنت كيتطلب منك التوفر على مهارات معينة بها باش غادي تقدر تدخل لوحد المجال وكتقدر كذلك تطور وتمشي فيه بعيد لذلك أنا اليوم غنعطيكم الوصفة السحرية باش تختاروا مجال معين وتبدعوا فيه فكل واحد منا عندهم ويولات معينة ومواهب اللي كتختلف من واحد للآخر لذلك أخي أختي أول حاجة غديرها هو تشوف هاد الخطط اللي غادي نقدم لك وغا تحاول تختار المجال اللي غا ترتاح فيه وتكون خدام وانت مرتاح ماشي غير باش تسمى خدام لأنه الشرط الأساسي للاستمرارية وباش تمشي بعيد هو أنك تختار واحد المجال اللي انت كتب غير فأولا كل شيء كيعرف الفوتوشوب فإلاك أنت صديقي صديقتي كتعرف الفوتوشوب فما عليكم سوى تمشيوا الفايفر أو خمسات أو فريلانسر وتقدموا الخدمات الخاصة بكم مثلا التعديل على الصور أو إنشاء بطاقات عمل كليكارت فيزيت إلى آخره تقدر دابع تدخل لواحد من هاد المواقع وتاخد فكرة على هاد الخدمات اللي كيقدموها الأشخاص اللي كيجدوا الفوتوشوب ثانيا كنت عندك شوية مع اللغات الفرنسية الإنجليزية أو حتى العربية يمكن لك تقدم خدمة ترجمة النصوص أو كتابة النصوص بهذه اللغات وهذا مجال مطلوب بزاف خصوصا أسحاب الفيرال والمواقع الإلكترونية لذلك أخي أي فرصة جدك حاول أنك تستغلها وما تفردش فيها ثالثا عندك واحد صوت اللي جميل اللي تقدر تدير بي خدمة صوتية الفيديوهات إعلانية أو كذلك يمكن لك قراءة الكتب بالصوت ديالك وهذا الخدمة كذلك متوفرة في هذه المنصات يعني انت كتقدم هذه الخدمة منتعة الصوت ديالك كيجيوا مثلا الناس اللي عندهم كتب مثلا نصية يعني مكتوبة ولكن ما تتوفرش على واحد الصوت اللي زوين كيحاولوا يتوصلوا مع هاد الأشخاص اللي عندهم صوت جميل باش يوصل لهم الكتاب ديالهم الأكبر نسبة من القراء أو المستمع رابعا إلا كان عندك مع المونتاج أو تصميم الفيديوهات فهذا كذلك مجال خصب عليه الطلب كثيرا في المدة الأخيرة ثم خامسا كان عندك مع لغات البرمجة أو الورد بريس فتقدر كذلك تقوم بإنشاء مواقع ومتاجر إلكترونية وهذا المجال فعلا مجال كيكبر بوحد طريقة مذهلة خصوصا أن العالم يشهد الآن تحول كبير نحو التجارة أو الخدمات الإلكترونية وأخيرا حتى لو كنتي ما كتملك حتى شي مهارة من هاد المهارات فلا يزال الوقت لديك كافي أخي الكريم للتعلم خصوصا أنه والحمد لله اليوم عندنا اليوتيوب منصات كيوديمي اللي كتوفرنا عدد كبير من الدورات التعليمية وكذلك تطبيقية اللي غد سهل عنا بزا بجال الحويج فقط غد نركز لك على حاجة واحدة اللي خصوص تكون عندك هو الإرادة والعازمة أخي أختي لأنه فعلا لو غيت تبدل حياتك فما يمكنش غادي تبدلها كوك وكما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقومين حتى يغير ما بأنفسهم لذلك أخي الكريم فاركز شوية على راسك وحاولت نقص من الفيسبوك ومن كذلك الفيديوهات اللي ما عندها التشي فائدة في اليوتيوب وخصوصا نحن هاد الموجة اللي كانت شاهده فيعني كدخل الفيسبوك تقدر تضرب فيسلات السواء ربعة السواء وانت ما خرج تشي تشي فائدة لذلك أخي أختي ما حتك برخي صغير أو حتى لك انتشي كبير فرا ما جزال الحياة قدامك وما زال بزاف ديال الحويج لا تقدر تديرهم إلي أن تركزتي ولو بواحدة نسبة قليلة حاولت تعطيه ساعة من الوقت ديالك في كل النهار وشوف واش غدلقى نتيجة فتصور معي أخي الكريم أختي فساعة وحدة في النهار راهي ثلاثين ساعة في الشهر فتصور معي ثلاثين ساعة ركزتي فيها في واحد المجال فما يمكنش أخي الكريم أنك ما غادي تقطواله من هاد المجال أو ما غادي تكتسب حتى شمهرة في هاد المجال لذلك أخويا أختي كتشاهد هاد الفيديو فهذه هي الانطلاق هديلك فهذا اللحظة فهذا اللحظة اللي كتشوف انتر هاد الفيديو ركز وحاول أنك تختار وحدة من هاد المهارات اللي قدمت لك واللي منها بزاف بزاف ما ينقدرش نقول لهم كاملين ولكن أعطتك أهم المهارات اللي ما كتطلبوش وقت كبير فالفوتوشوب تغياء يعني ثلاثين ساعرها كافية جدا يعني جهر لول تقدر تبلك النتيجة وتقدر تدخل به المجالات اللي كبيرة وتقدر تحقق به وحد دخل ديالك لذلك أخي حاول تقدم الأمام ولو بنصف خطوة يعني بزاف ديال الحواج غايت تبدلوا لك في حياتك إن شاء الله فتصور معي أخي الكريم هاد مئة دولار اللي قلت لكم في اللول ديال الفيديو شحامل واحد شاف في فيديو وقال هادا ينصب هادا يحتيال ولكن أنا غادي نفهمكم كيفاش هاد مئة دولار فمئة دولار أخي الكريم ما دوبن لكش حاجة اللي هي كبيرة فتصور معي أنه عندك أنت وحد الخدمة كتقدمها فهد فايفر أو خمسة أو فريلانسر هاد المواقع بتلاتة حط فيهم انت هاد الخدمة ديالك ففقط إلاجات عندك تلاتة أو ربعة نتوع الطلبية في اليوم الواحد فارح تقريبا خمسة وعشرين دولار ضربة في ربعة هي الف دولار يعني الف دولار في ربعة ديال الخدمات اللي غادي يجيوك سهلين بزاف ما تقدر تضيع فيهم حتى نصف صعف كل خدمة يعني ساعتين هتحقق لك هاد المبلغ وغادي تقدر تطور وتزيد لقدام كتر وكتر لأنك نقول لك كبداية ربعة طالبات كني النس دبا اللي عندهم مئتين طالب تلتمية طالب خدمة يعني غادي تدخل ليلفايفر وغادي تشوف هاد شي وغادي تلمسه مباشرة باش ما تقولش هاد السيدة دا كي يقول لنا شي حاجة اللي منوحي الخيال إذن إخواني وصلنا نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو داروا جام وبرتجوا مع الأصدقاء ديالكم بغينا الفائدة تعم وبغينا نقصوا شوية من هاد الفيديوهات اللي ملف عنا لوالو وإذا كانت أخي هذه هي أول زيارة لك للقناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول